أعزائي الدارسين أما عن مفهوم عرض النقود فيمكن أن نعرف عرض النقود على أنه عبارة عن إجمال تداول كمية النقود المصدرة خلال فترة زمنية معينة أي إجمال الرصيد النقدي الذي يتم تداوله في الاقتصاد خلال فترة محددة من السنة مثلا في 31 ديسمبر قد تتساءل عزيز الدارس ما الفرق بين كمية النقود وعرض النقود للإجابة على هذا التساؤل نقوم بتعريف كمية النقود فكمية النقود تعني الكمية المصدرة من النقود التي تتحدد بناء على قرار سياسي من السلطات النقدية في البلد البنك المركزي مثلا إذن كمية النقود تعني الكمية المصدرة يعني المطبوعة التي يصدرها البنك المركزي أما عرض النقود فيعني تداول النقود حيث يؤثر في هذا التداول جهات كثيرة وليس البنك المركزي فقط إذن فعرض النقود قد نتداول جميع الكمية المصدرة من النقود التي يصدرها البنك المركزي أو قد نتداول جزء منها وقد نعرف عرض النقود على أنه عبارة عن إجمالي السيولة المحلية في الاقتصاد أو إجمالي وسائل الدفع في الاقتصاد ترجمة نانسي قنقر